ينكمل اخر ثلاث حلقات من المسلسل واللي ما شاه في الحلقات الراعن خيرت لكم رابطة بالوصف ولا تنسون تشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل جديد وتروحوا الغرفة وتلقى رسالة مكتوب اذا بيتش حظوا بالتبوش قابليني بنص اليال يمسر داب جوزيف وفعلا تروح هناك هي وانيت فتدخلوا وتقول لي جيت المكانك اذا انتزل ما طلع لي ويطلعون اصدقاءهم سوين الهم وفاجئة بمناسبة عيد ميلاده والطير امي الفرحة وعينها تصير على الحيط مكتوب اللاتينية الا امطرها عليكم نار تلمس الحيط وتشوف رؤية وتشوف غودي تقول لي لها ماكو وقت قدامني جوزيف رحي له وعيش تلقو وما حتقدرين توقفين قدامي لازم تروحيني لهذا البيت وتقعد من الرؤية وتروح التايلوار وتقول لي لها ردك توصلني لهذا المكان ويقول لي هش قلوش علي دلال ما المنطقة لو ابو تكسي الدعب اللي مناح سليش اتعوفه وادروح الاكزافير وتقول لي رايدة مساعدتك ولا افضل تتعاقل براسي ويقول لي لها ولا ولعبت بيا طوبة بس رح اساعدك وتقول لي ريدك توديني لهالمكان وتنطيها الرسمة ويقول لي هش كبروش تصيرين بعد وما تعرفين ترسمين قصدك هذا القصر مو وتقول لي انت شوكت رسمتي ويقول لي لها حلمت بي ورأسها رسمتي هذا قصر غارض غيتس والايد تنزل الستارة وتلقو اكزافير رسمها وهي تعزف ويقول لي الهباعي ومراسي الكرافوس انا حاوله تنساش بس ما قدرت لي انه قلب رهيف تنطيع لقد عقله وتروح القصر غارض غيتس وتلقى قفل الباب الرئيسي مكسور وتدخل وتحس اكواحي تجويه ويطلع مدير عالم الحجاج وتسمع وهو يحشوي الضابط ويقول له انا عرفت منه ورا كل هالليدي يصير لازم تقابل الكلام وما التليفون وتخلي الايد تلفت انتباهه وتروح تختلف سيارته وفعلا دا يروح للكافتر يلا الضابط وهو بالطريق تجي سيارة متقصدة وبضربة وان ازا يتنزل من السيارة وتبقى مصدومة والاسعاف تاخذ المدير على المستشفى ويقول له هالضابط اش عنديش بقصر غارض وتقول له نفس الشي اللي راح عن المودة المدير رت تعرف شن اللي يعرفه وركبتي بسيارته المديرة تقول له هكافي ملاعبتي نفسي بعد منه ورايح ما قطعه خارج المدرسة وتعوفه وتروح تتصل على تايله وتقول له ضروري يوم تقابلني وتاخذ اينيد وياها وتخلي تايله واربيلي لياخذهم بسيارته بهالوقت هكزافيري وروح لها للغرفة والايد تقول له ما موجوده ويدخلون القصرة وان ازا يتقول لهم هاي نفس السيارة اللي ضربت المدير وانهزمت ويدخلون للمكتبة ويشوفون صورة غارث هو وعائلتها العفطية تعوفهم وتضط على هذا الزر الباب يفتح ويدخلهم على مكان سري تلقى صورة الجوزيف ونفس الكلبة مكتوبة حمطرها عليكم نار تلمس الشمعة وتلقاها دافية وتقول لهم هاي شمعة قبل شوية مطفية وتقول لتايله وارد دور بقية الغرف وانه وانه يتحن نصعد للطابق الثاني ويصعدون فاق ويلقون القصر منعون الابو ابو وبس هاي الغرفة مرتبة ومعتنين بيها وبهالا اثناء تايله وارد يقول لهم طفروا يا معاودين يجاكم الوحش وفعلا يصعد لهم الوحش ويدخلون بهالمكان ويزلهم جوه ويلقون المكان عبارة عن مشرحة او نزده يتفاجئ وتشوف اعضاء الجثث اللي يده تختفي موجودة هناني والوحش يهجم عليهم ويقدرون ينهزمون مني ويطلعون برا ويقولون تايله وارد الوحش ضاربه وبهاللحظة يدخل عليهم اكزافير وكلها تبقى صافني حتى انا بقصافون الله وكيلكم وياخذون تايله وارد البيتة وابوي يدخل ويتخبل لمن يشوفه يقول لها كل شي لدي يصير بسبب شي يعوبه ويقول لها قبلها تقوم تمسلت لازم تيجي ها ساوي اياي وتاخذ على قصر غارض حتى اشوفه اعضاء الجثث بس يلقون كل شي اختفي ترجع للمدرسة والمديرة تقول لها انت رحت وعرضت جماعتش للخطر من باجر الصباح اتلم من غراضك وبعد ما ريد اشوف خلقتش هناني ويقول لها روان كانت عدة رسمة على اساس انا اللي رح ادمر المدرسة بس شكلي انا اللي رح انقذه بس هل مرنطين فرصة في دول قلبي وتقول لها تمام بس اشوف اغلاف ثانية قلن على الوالديت وتروح الغرفتها وتلقي ايني دم طنقرة وضايجة منها تلم غراضها وتعوفها وتروح وتحس الاول مرة بالوحدة وتذكر لعبة لورين وتريد تلعبها واول ما تشيلها توقع صورها منها وتقول منه هذا العار اللي مراقبني ومصورني وداعت ربكم ما ابطل اللي عرف كلش عن هدول السرسرية وبهالوقت يروح شخص على المدير للمستشفى ويفصل عنه الاكسيجين ويعلسه بعد موت المدير كلها تقوم تبتشي وهناس دا يتبعوا عليهم وتقول ما بقشي واعرف كلشي وهي دا تمشو وتحس واحد مراقبها وتروح تركض وراء وترفع علي السيف يلزمه ويكهروبها وتقول لها عم فريستر تقول لها اشتاقيت ليش بت الخبلة اشصير وياك وحش وجريمة وصخام بعيني شو اش دا يصير بالضبط وتحشي لها كل اللي صاره وتاخذ على بيت يوجين وتقول لها ادري بك حرامي وستة وخمسين والشرطة كلها دا تدور عليك ابقى هنا بين ما اشوف لك مكان حسن من هذي وتشوفه صور الوحش ويقول لها واو هذا وحش هاي وتقول لها تعرفه ويقول لها اي بس مو هواي اكو مذكرات بمكتبة ناي تاي بالخزنة اذا رحت هناك رح تعرفين هواي شغلات عن وحش الهاي وفعلا بالليلة تروح للمكتبة وتنزل جوه وفريسار يروح لها ويقول لها وين الخزنة يا معويت ويقول لها قدامك يا ثولي والايد تقدر تفتح الخزنة وفعلا تلقى المذكرات موجودة وتاخذها الغرفة هاي وتبقى تقلب الحال ما تلقى صفحات للوحش الهاي وتقوم تقرأ ومكتوب انو حوش الهاي يخربون على الكتل والانتقام والوحش هذا ما يتحول الا بفعل شخص ثاني يسبب بتحويله مثلا يذكره بحالة ضوجة او يحولها بحقن او يأثر عليها بالكلام وبهل حالة يكون الوحش تحت سيطرته وينفذ لكل طلباته وتقول يعني انا هسا لازم ادور على الوحش وعلى اللي دي يتحكم بالوحش هاي غارسة الفعاوية وثاني يوم اكزافير يحكويا واحد بالتليفون ويقول لها انا محتاجك بشغلة لازم احكوياك اليوم ويلقى ونزدق قدامي ويقول لها انت شا عليك وليش ويعوفه ويدخل جوه وتراقبه هي وعمه ويحطه لشريحة التتبع ويبقون يمشون وراه ويروح يقابل الدكتورة ويقول لها شكو ويش رايد ويقول لها شفتش ده تموتين بالحلم تاخذها بالسيارة وتروح وهذه ازا يتروح التيلوار وتفرج برسمات الوحش قدامي يقول له هو هذا الوحش يقول له اكيد وباللحظة ابو يدخل عليهم يقول لعلك صورة هذا الحرامي اللي اسمه فريستر واي واحد يشوفه يبلغني وتعوفه ودروه على غرفته وتلقى المكان مقلوب ولاعبين بيجوله والايد حطيني ستشينه بمعدته وتاخذه ركضه لعمه وتقول له الحقل بسرعه يمعوت يحاول ينطي صدمات كهربائية والدفرات يلا يعيش وتقول له منو سوا بيكي يتشي اليوم ما شوك حلقي ويقول ليش ما ندريني اخذني غافل وملحك تشوفه وتقول لعمه انت لازم تدفر مناني الضابط يدور عليك واذا لقفك يسويك شاور مي ويقول لها باشر الصبح حطفر مناني وتودعه وتعوفه وتروح تروح للدكتورة النفسية وتقول لها شجابكي هناني وتنطيها لعبت لورين وتقول لها اني تأكدت انتي لورين وجايت اخذي ثار عائلتيك انو غيرش يقدر يدخل للمستشفى بنص اليالي ويعلس المدير تك زفير اللي تلتقي نويا بالسيارة وتاخذي للكهف وتحولي يوحش عن المدينة نفذ كل طلباتك وتقول لها انت تخبلتي طلع برا يلا وتعوفه وتمشي وتخابر على المديرة وتقول لها وليس دايق جاتي هنا ظلت تتشفص وكلش ما فهمت منها وجايت تسمع صوت بالغرفة وتفتح الباب ويطلع لها العلاس ويعلسها وتروح لك زفير ويقول لها شنو هالسيشينة وتقول لها نفس السيشينة اللي ضربت بها الايد يقول انطوني النعال بسرعة خلق ارقع بيها عميتيش خبلتيني ترى لعبتيها النفسي انا ما دخلت غرفتيش الصدقين ما الصدقيني طبك الف طوب توقر البردة وتلقى راسم رسمة للدكتورة وتقول لها شفتش صاروية هامو وصوري كلها عندك ويقول لها يا با ودعت ربك شاني ما علي وهي الشغلات ما عرف من وجابها هناني وبهاللحظة يدخل الضابطه يقبض علي ويربطه مثل الطلي وينس داي ترتاح لانه خلصة تميل وحيد ومنتا رجع للغرفة تلقيني دي رجعت مارت اللخ تقول لها ليش رجعتي تقول لها ما قدرت ابتعد عنيش تقول لها شتاقيت ليش يا صخلة وتقول لها انا اكثر يا صعلوكي وتروح على تايلاورة وتقول لش اكو ماكو شنو الوجبة ويقول لها صافية ماكو شي واول ما تلمسة تشوف رؤية وتشوف اللي صار ويا الدكتورة وشلون الوحش سواها كباب يطلع الوحش هو تايلاورة وتقعد من رأيها وعيونها تصير برأسها تقول لها ها سالمينيش بيج وتعوفها وتبقى مصدومة وثاني وما تقابلها بالغابة ويقول لها ليش طلبت تقابليني هنا وتحشي لك كل شي ويقول لها العديد اذا عرفتيني انا الوحش ليش وكفوا ويايا بالغابة بوحدك وتقول لها من قلك بوحدي والكو بطلعوا يا سيبندية ويطلعوا لها جماعتها وبيانكتش مرة تعويضة سطر سطر وثنيمة يسلسلوه وتقول لها عرفت انه امك منبوذة وكانت وحدة من عدنة وكانت مثلك وحش هاي ابوك كان خيخة يخاف منها وانت متوارث منها وصرت وحش هاي مثلها انت لازم هس تحشي لي كل شي ويقول لها انا ما عرف عليش اللي تتحشيني يا معودة تقوم تكهربي وتخلي يلبط وجماعتها يقول لها احنا ما متأكدين انه هو الوحش او لا انت اللي ده تسويه غلط وما تسمع الكلامهم ويروحون يحشون للمديرة وتخابر للضابط وهاستوهدت علسة والضابط يوقف هاي يقول لله اخرى عن ابني وليتش وياخذوهم للمركز المديرة تروح هناك على المتاخد ونزدي تقول للضابط انت تعرف انه ابنك وحش هاي ويقول لها بطلي تخاريف يا معودة وتقول لها وحق ربك هذا ما عنده لحية مسرحة اذا بقيته حتى انت يعلسك المديرة تقول لها ولا حجاية امشي طلع قدامي يلا وتحكي للمديرة السالفة كله ما تصدقه وتقول لها بعد ما تبقين ولا دقيقه انت مطرودة من المدرسة يلا بره تقول لها يلا على اساس ايش لو ميته على هاي مدرستكم العاوية تروح تعتذر لك زفير ويقول لها بعديش واللي من نانا ما اريد اشوف خلقتيش الزفري وتعوفها وتروح تحذر جنتتها وتودع عينيد وهي كلش مقهورة وتودع باقي جماعتها وتجيها المشرفة وتنطيها وردي وتقول لها ديري بالك على نفسك وتروح اليوجي للمستشفي تقول لها كان المفروض ما اعوفك بوحدك تقول لها اللي صار بذاك اليوم كان اكو شخص بالكهف تقول لها منو الوحش؟ تقول لها لا يا معودة ما كان الوحش كانت وحده لابسه حذاء عسلي وملابس لونها اسود ونزدي تتخبل لانه تعرف منو هي تروح للمشرفة وتقول لها انت لسه ما رحتي؟ وتقول لها كافي كلاواتي يا لورين انت انكشفتي ويش تريد انت التقمين من المدرسة والدمريها؟ وتلحق الضم والحقنة وتقول لها انت تخبلتي لازم نعالجش نفسيا وتقول لها تايلاور قلي كلش عن خطتكم العاوية وبهاللحظة تايلاور يدخل عليهم وتقول لها انت استغليتي تايلاور وبديتي تلعبين مشاعري استغليتي نقطة ضعفة اللي هي امي كانت تلتقي نويا بالكهف وانطهتي حقا الحد ما قلتي بس الحد ما سيطرت علي وتقول لها همم كلامش صحيح وهسه صار وقت نهايتش يا عرمي وتقول تايلاور يلا علسه وتقول تايلاور ما رح يستجيب اليك لانه صار وياي وتروح لها وتقول لولك شنو نسيتش قتلك؟ المنبوذين هم سبب انه انت وامك تصيروا نوحوش لازم تاخذ حقك منهم وطيح حظهم وتقول لها وهسه صدقتين يا ويمز وتطلع المديرة متنكرة بشخصيات تايلاور والمشرفة تنصدم وتقول لهم محد يقدر يوقفني وتطلع حقنة السم وتنبتها برقبته وان ازاي تركض عليها وتموت قدامها وتندار عليها وتهبدها بالكارك على راسها ويغم عليها والايد تشوف كل شي ويروح ركض على اين ايد ويحشيلها وان ازاي تقعد وتلقى نفسها معلقة مثل الطلي وتلقى تايلاور قدامها والمشرفة تقول لهم من المكان بره وان ازاي تقول لك اسمع كلام معلمتك يا حيوان وتقول لنا احنا بالقصر من احفاد جوزيف وتقول لها عرفة علاس مثلك وتقول لها كان رح يخلص منكم كلكم بس غودي ادامز كتلي تقابل لا يحقق حلمي بات خافين ما رح تخلصي مني انا رح ارجع مرتلوخ حتي يعلسكم انتي وسلالتيش ويسويكم تيكي وتقول لها انتي تخلين تايلاور يجب من كل جثة عضو وانا بدي تراجعي مرتلوخ وتقول لها طلعتي تفتهمين يا امرأس الدبل وتقول لها كل عقليش ماك ميتي يرجع يعيش وتقول له هذا الكتاب بي كل شي موجود والشغلة كانت ناقصتني هي انتي تقول له اني شنو علاقتي اني شعلي ايه تقول له امو انتي المفتاح يا قلبي رح افهمك يا زمالي من زمان غودي حبس الجوزيف بهذا الصندوق وقفلة الصندوق تبقوا في الدم والصندوق رح يفتح بدم مش انتي ونزده يتنصدم لان غودي قايلت لها قبل انه انتي المفتاح وفعلا العوبة تجرحها وتخلي ايدها على الصندوق وتفتح الكتاب وتقول التعويذه وفعلا تنجح خطتها ويطلع جوزيف ام الصندوق وتقول له اني من سلالتك ورجعتك حتى تعليس كل المنبوذين تقول له اوصلتي يمي وان ازاي تقدر تفك نفسها تقول له اني موجودة ومستحيلة خلي هالشي يصير تقول له انتشبه وليش ويصطرها بالعودة السحرية ويهبدها بالستشينة ويقول له بلعبين عمش ابو الجوج ويعوفها ويروح وغوديهم تطلع لها وتقول له الوقت ضيق لازم تضربين جوزيف بقلبه حتى يموت وتقول له اني اذا اموت يا معودة انه على بوش لابو حتى جوزيف مطيحتي حظ حظة انتي تقول له هالسلسلة اللي برقب تشتعويذة قوية تقول له ام انتتني اياها تقول له اقدر ادخل من خلال السلسلة واعالجيك وفعلا تدخل بها وتعالج كل جروحة وتطلع ينيد والي ايدي يدورون على ونزدي بالغابة وبهاللحظة تتحول الذئب ومام صدقه اخيرا قدرت تتحول وونزدي وهي بالغابة ويتحول عليها تعلوا وهستودة يعلسها وانتت تهجم عليه وتصير مرادا بينهم وونزدي تعرف انه هاي انتت وتقول له اني لازم ارجع للمدرسة وتروح هناك وتلقى جوزيف ماكل الاخضر واليابس والضابط يعوفك زفير بالسيارة ويروح على صوت العركة اللي سامعها بالغابة ويكون تايلورو مسيطر بالمعركة وهستودة يعلس انتت وابوي ضربه طلقه ويريد يعلس ابوه بس انتتنع الوالديه وابوي يروح ركض عليه واليدي تروح عليه انتت وونزدي توقف قدام جوزيف ويقول له انت شلون لسا عايشة اغزافيرا يقول له فتصده ويرجع عليه وووونزدي تخلي نفسها ويجي السهم بشتفه اغزافيرا اركض عليها وتقول له عوفني وروح طلع الطلاب من المدرسة بسرعة يسمع كلامها وووونزدي تقوم لجوزيف وتتعارى كوية بس النغل ولا يتأثر ويثبتها بالعودة وهستودة يعلسها وبيانكا تضربه بسيشينة بظهره ويضربها ويطيرها للسيد عبدالله وتقدر تخلاص منه وتطلع لها المشرفة وتقول له مو مهم اكتل كل المنبوذين اهم شي اكتلت انتي بس يوجين يقدر يتحكم بالنحل ويدز عليها وينتفها تنتف والطلاب كلها تتجمع بالغابة ويدورون على ووونزدي عبالهم ماتت وتطلع من المدرسة وكلها تلتم عليها وانيت تحضنها وثاني يوم ووونزدي يتودع جماعتها قبل لتروح وتودعهم كلهم وتروح لك زافير يقول لها بسيش انه ايش لا تغيبتيش لاز يعليم مني وينطيق هدية تليفون ويقول له حتى نتخابر وراء الاثنعاش على الخدمة يطلع خارج المدرسة وشخص غريبي يدي الصورها يقول لها انا شايفت وصبريلي الا اسويش تاشيني وتنصدم من الموضوع وطايلر بسيارتي الاسعاف متشتف ويقعد ويبدي يتحول لهنا والله يخلص الموسم الاول من مسلسل وونزدي اشترككم مقطع جديد مع السلامة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكرا